يا مسائل فل حبايب قلبي حافيز دراجي الدراجة طلع لنا بقى ابطالة جديدة دلوقتي وعمل لنا مفجأة انا كنت مستنيها من زمان وكنت عمل اقول المفجأة دي لو حصلت يعني حياتي هتتغير بجد يعني حافيز دراجي عمل برنامج على اليوتيوب هو قال لك ايه المغرب اعمالي الدنيا على افاية والفرعون المغربي ده اعمالي الدنيا على افاية انا اطلع لهم بعمل لهم برنامج على اليوتيوب عشان اعرف ارد على الحاجات اللي هم بيقولوها وعشان اعرف كمان اغير في الحقائق كالعادة بتاعتهم يعني يعني هو هيطلع يمارس الهواية بقى فانتوا استنوا الفترة اللي جاية دي ضحك مش هنلاحق عليه من برنامج حافيز دراجي ده يعني انا هدخل اتفرج عليه كل يوم واشوف الافكار الجميلة اللي هيقولها لنا وتزيف الحقائق الجميلة اللي هيقوله واللي احنا معتدين عليه دايما طلع حاجتين فيهم تناقض اليومين اللي فاتوا دول هو بقى له فترة طويلة جدا بيهاجم المغرب وبيقولك الكولسة وكلهم طبعا كالعادة كلهم بيهاجموا المغرب ووردتكم بارح في الحلقة بتاعتهم بارح فيديوهات ليهم في البرامج وهم بيقولوا كولسة الاتحاد الافريقي وكولسة الكاف والكواليس وانه المغرب ما بيخدمش على البنية التحتية بتاعته وعلى الامكانيات بتاعته عشان ينظم الكان الفين خمسة وعشرين لكن بيخدم على الكولسة وطقوية تعلاقاته في الكاف يعني ده اللي كان كلامهم في الاعلام حفيز دراجي برضو كان شغال على نفس النغمة دي بقى له فترة يعني كان شغال بقى له فترة عما يقول لنا برضو المغربة والكولسة وانه الكاف هيدي تنظيم الفين خمسة وعشرين للمغرب لكن بدون يعني واجه حق وبعد كده فجأة تحول وبدأ يقول لنا انه الجزائر هي اللي هتنظم الكان وانه المغرب مش هنظم الكان وبعدين فجأة تاني تحول وراح قال لنا انه المغرب بقى لجزائر هم بيقولناش يحنا وبيقول لولاد بلده انه المغرب هو لا ينظم الكان فجأة طلع يقول كده في البرنامج الجديد بتاعه اللي على اليوتيوب اللي هيبقى كله كوميديا هنا تفهم على طول انه حفيز دراجي هو وسيلة وسيلة لتوجيه الرأي العام في الجزائر يعني فيه فرق اما يكون حفيز دراجي بيقول معلومة هو عارفها ويقولها للناس بوضوع عشان الناس تمشي وراها وفيه فرق اما يكون بيحاولوا انه يقود عقلية الناس هو حفيز بقى ده بيعمل كده بالزبط بيقود عقليتهم يعني يجوا يقولوله الناس اللي هك اللي هم مشغالينه يعني ما قصودش القطريين قصود اللي هك اللي مشغالينه اللي هم ولد بلده بس المسكين الدنيا هناك يعني يقولوله تعالى حفيز الوقت الفترة الجاية دي احنا حاسين ان احنا ممكن ناخد تنظيم الفين خمسة وعشرين فاطلع وجه الناس كلها انه احنا اللي هناخد تنظيم خمسة وعشرين فيطلع يقول انه احنا وثقين انه الجزائر هتنظم الفين خمسة وعشرين وانه المغرب بعيد تماما عن المنافسة وانه المغرب ما عندهش الامكانيات والكلم اللي احنا شفنا ده بعدين فجأة تحس هناك القيادات بتاعة الكرة القدم هناك يحسوا انه لا ده المغرب هو اللي هينظم بنسبة كبيرة هو اللي هينظم الفين خمسة وعشرين فيقولوله حفيز اطلع اقول للناس وجه الرأي العام انه المغرب هو اللي هينظم الفين خمسة وعشرين وانهنا لازم نشتغل على نفسنا وانقول المشكلة فين فيقوم حفيز يقولهم ايه طب يا جماعة معلش يعني واحنا نطلع نقول ان احنا اللي عندنا مشكلة ولا ايه فيرد يقول له لا مش احنا اللي عندنا مشكلة انت هترد تقول انه فيه كولاسة انه الاتحاد الافريقي فيه مواضيع كبيرة وتواصل كبير بينه وبين فوز اللقشع الكلام ده هو اللي بيحصل بالزبط وبعدين يبتدي رأي العام يتغير بالتعاملات والتحكمات بتاعة الكلام اللي بيقوله حفيظ دراجي وهنا بتعرف على طول انه حفيظ دراجي هو آلة وسيلة وسيلة بتوجه الرأي العام هناك سيبك من دي حفيظ دراجي تلع في البرنامج بتاعه وقال من كام يوم انه انفنتينو على خلاف كبير جدا مع الاتحاد المغربي او الجامعة المغربية لكرة القدم وعلى خلاف كبير جدا مع فوز اللقشع هو قال كده بعدها بكم حلقة ظهر يعيني المفاجأة الكبيرة اللي جابت يعني حاول لحفيظ دراجي والمفاجأة دي كانت انه انفنتينو اللي بيستيشرت منتخب المغرب ولعب كرة مع صديقه فوز اللقشع اذا ما فيش مشكلة ولا حاجة ما فيش ازمة ولا حاجة فالازمة اللي روج لي حفيظ دراجي هي غير موجودة نهائيا مش موجودة كدب واللي فضح الامر هو اللقطة اللي بقلقوا عليها ونزلت صور كتير لانفنتينو هو لابستيشرت المغرب وبالعب كرة اذا ما فيش مشكلة اذا يا حفيظ انت بتقول كلام غير حقيقي كالعادة يعني فمنظره بقى وحش وبعدين انتشر بعض الصور لنفس الشخص اللي هو انفنتينو هو قاعد فخور جدا بالقاعدة في وسط فوز اللقشع وفي وسط الناس المغربة وفي نفس الوقت هو متعجب من عادته هو قاعد جنب الرئيس الجزائري وعلى شماله كان في شنقريحة وكان بصص له كده اللي هو عايز يقول له انت اللي جابك هنا يا عمنا انت حاجة غريبة جدا احنا عادين في ملتقى رياضي معرفش اللي جابك فالنظرات حتى بتاعتهم مختلفة لو دورتوا على الصور على جوجل هتلاقوا الجلسة اللي كانت هنا والجلسة اللي كانت هنا مختلفة تماما شكله هو بيلعب كورة مع المغربة وفوز اللقشع وشكله هو قاعد يبص لشنقريحة كده عايز يقول للي جابه هنا ده فطبعا الامور مختلفة تماما وما فيش اي خلاف ولا حاجة من اللي روج لها حفيز دراجي وهو احد زي ما قلتلكو الطرق اللي بيوجهه بيها الرأي العام هناك بونيف بقى بونيف نفانيفو طلع من يمبارح بالليل يمبارح بالليل يا جماعة طلع قال الجزائر عندها خلاف مع فرنسا واحنا مش هنسمح للاسلوب الفرنسي والسيادة الفرنسية نتحكم فينا واحنا خلاص شهر العسل والحب اللي بين الجزائر وفرنسا انتهى قال كده طلع بقى النهاردة غير كلامه خالص قال انه المخزن هو سبب الخلاف ما بين الجزائر وفرنسا وانه المغرب عايز الخلاف ما بين الجزائر وفرنسا يزيد لا حاول ولا قوتة إلا بالله يامني مش انت لسه اي المبارح انه الخلاف اللي بينك وبين الفرنسا ده انت حبه وشايف انه ماينفعش وانه احنا خلاص دي نهاية شهر العسل تاني يوم طالع المخزن ومش المخزن واصل المغرب هو اللي عايز يوقع بيننا وبين فرنسا والمغرب يابني يشاغل نفسه بيك انا كل مرة باطلع اقولك المتين دول المغرب مش شاغل نفسه بعلاقتك انت بفرنسا انت حر علاقتك بفرنسا لك علاقة مع ماما فرنسا علاقة حميمية انت حر برضو احنا مناش دعوة فهنا يبين لك حاجة مهمة جدا وانت كمغربي لما تفكرت فيها كده تقول ايه شوف كده المغربة واللي بيتكلمه عن المغرب واللي بيدفع عن المغرب واللي بيحبه في المغرب هل كلامهم بيتغير من ساعة ما بدأت انا مثلا كلامي وهو على نفس الرأي لحد النهار ده مغيرتوش متغيرش واي حد بيتكلم عن المغرب دايما تلاقيه مواقفه ثابتة يعني ما بيقعدش يغير كلامه كل شوية ويحول في كلامه ويعمل التحولات الحرافات الغريبة دي لكن تعال شوف حفيظ دراجي ده مرة يكتب بوست ويقولك اصلي مشانا اللي كتبته ومرة يكتب تويتر على المغربيات وعنك اصلي مشانا اللي كتبتها ده واحد كان معدي كتبه وجري مني حاجات غريبة جدا شوية يقولك اصليحنا اللي هننظم الكان وشوية يقولك مشيحنا اللي هننظم الكان شوية يقول الجزائر وشوية يقول المغرب هو اللي هننظم الكان وانا صراحة شايف انه ده فيه تلاعب وكولاسة شوية يطلع مصطفى بونيف يقولك اصلا احنا مبسوطين انه فرنسا هنقطع علاقتنا بيها واحنا مبسوطين بانه الموضوع وصل لكده لانه اصلا احنا مش عايزين علاقات مع فرنسا تاني وشوية يطلع يقولك اصلا المغزن هو السبب في الخلاف اللي بيننا وبين فرنسا فدايما دايما يا خويا يا مغربي ويا اختي يا مغربية دايما تلاقي البني ادم اللي كل شوية برأي وكل يوم برأي جديد ده بني ادم ما عندوش مبدأ او بني ادم اراءه كلها مستندة على اللي هو عايز يقوله للناس جاي له مزاج دلوقتي يوجه الناس فين بس كده لكن عمرك ما تلاقي واحد بيقول الحقيقة اللي جواه وكل يوم برأي شكل ما شفتش كده في حياتي وكل يوم بمعلومة شكل ما شفتش كده في حياتي المهم انا حبيت اطلع اتكلم معاكو كلمتين دول كده في السريع بشكركوا شكرا جزيلا وازف على الاضاءة السيئة ولموبايل اللي بيتهز بس عشان ايه انا في العربية وقلت اقولكو الكلمتين دول وحس ان انا كده ايه موجود معاكو يوميا فبشكركوا شكرا جزيلا اللي ماسمعش الاغنيات اللي انا عاملها للمغرب يدخل على اليوتيوب القناة بتاعتي البليليست هيلاقي في البليليست يعني فايل اسمه اغنياتي المغربية هيلاقي الاغنيات اللي انا عاملها بالدرجة المغربية كلها واللي اعملها للمغرب ك quality يعني الوطنية يعني الاغاني الوطنية للمملكة المغربية اشكركم شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله تحياتي لكم ويونكم سعيد والسلام عليكم